السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء سعيد وكل عامكم بخير ومع خواتم شهر رمضان مبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الصيام والقيام وأن يعيد علينا عواما عديدة وإزمنة بعيدة ويعني يجعل شهرا مباركا طول السنوات القادمة إن شاء الله اليوم إن شاء الله حاكم معكم محمد محجوب حسين حاصر عباتي اخترافين هنزو التكنولوجيا مؤسس مبادرة تينا نبتكر ومؤسسي فريغ مبتكرين السقار حاكم معكم إن شاء الله هالليلة في لايف قد تميز بسؤال أو قد تميز بعنوان مختلف وهو كيف تعرف طفلك أنه مبتكر وحقيقة السؤال ده جاء نتيجة دي ملاحظة في فريغ مبتكرين السقار على أن الأطفال لديهم قابلية كبيرة جدا على الابتكار وعلى الاختراع بصورة ملاحظة قد يلاحظها الشخص العادي وقد يلاحظها الشخص العلمي أنه هو الذي يتبحر في العلوم بالأخص العلوم عند علاقة بالابتكار وعند علاقة بالأطفال فحبيت أنه يكون الله يفتح وعبارة عن دردشة أو عبارة عن بعض من المعلومات قد تفيد كثير من الناس وقد لا تفيد بعض من الناس لكن ما وجدتم فيه فائدة فاستفيدوا ما وجدتم فيه غير فائدة فلكم العزر وبالنسبة لللايفت ان شاء الله سأقسم على محاور أول محاور خلينا نمسك أهمية الابتكار بالنسبة للأطفال وهمية الابتكار بالنسبة للأطفال قد تكون ملموسة وواضحة في أن الطفل هو في باكورة عمره أو خلينا نقول في باكورة حياته بيكون عنده نمو عقلي خاص بإد والنمو العقلي ده به تتفتح المدارك يعني تتفتح الخلايا بتحت العقل فده بدي قابلية إلى أنه يكون شخص مبتكر والابتكار هو أنك انت تأتي بفكرة جديدة لم يكن أحدا فكر بها أو حتى لما تكون طبيقا قبل كده فالابتكار بيحتمل أكتر حاجة على الجدية اللي هو أنه يكون شيء جديد سواء كان شيء اكتروني سواء كان شيء معرفي سواء كان شيء علمي المهم هي حاجة تكون جديدة يعني قير مسبوغة قبل كده أو قير معروفة فمن هنا ينطلق إلى أنه أهمية الابتكار بالنسبة للأطفال أهمية كبيرة جدا تتمسى أول حاجة في أنه هما في عمر أكثر الأعمار اللي هما قابلية لابتكار هما السقار وده طبعا بتبني على دراسات كثيرة من ضمنها أنه الطفل هو بينمو عقليا والفترة دي أكتر فترة هو بكون عنده قابلية أنه يفكر بحرية أو يفكر بعيدا عن المشتتات الهموم والمشاكل التالي لأن الإنسان كل ما يصد مرحة من عمر تكسر المشكلات وتكسر الهموم وتكسر الواجبات لكن الطفل هو يعني بيكون يعدوه هو عايز شوف الحياة وبتشوف الحياة من أهمية الابتكار للأطفال أيضا بتتمثل في أنه الطفل في بداية عمره بيكون هو عنده قابلية لحل المشاكل يعني مثلا بتلقى بعض من الأطفال هما بحاول أنه هو يفتش حل المشكلة يعني مثلا أقرب مثال هو عنده لعبة اللعبة دي فجأة كده تعطلت فهو بيقوم بيعمل شنو بيقوم بيعمل بيفتش بفرتك اللعبة دي تاني بحاول أنه يكسرها أشان نشوف المشكلة بين أشان نحل فبحاول بأساليب متعددة بأنه هو فقط يوجد حل المشكلة والحاجة دي مهمة جدا في الابتكار لأن الابتكار هو أصلا تبحث عن إيجاد حلول للمشاكل لكن تكون بطريقة إبداعية بطريقة جديدة فدم متواجد يعني في الأطفال أكدا أهمية أخرى من أهمية الابتكار بالنسبة للأطفال كان في دراسة أعتقد أنها كانت فقط محصولة طلاب الجامعين عندهم علاقة بعلوم الفلك لكن دخلوا فيها شريحة طلاب المدارس والأطفال فوجدوا عندهم قابلية لحل المشاكل التي عندها علاقة بالفضاء والحياة الدين بطريقة وبهرت حتى الشخص الذي عمل الدراسة والشيء الأكثر أهمية بالنسبة للإبتكار للأطفال أنه بدأت في منظمات ومؤسسات حتى كبيرة جدا أنا خطيت لينكي فوق لوحدة منها أنها الطفل المبتكر الطفل المبتكر دي عبارة عن مؤسسة أو منظمة في المملكة المتحدة بتعمل على شنو؟ عندها من عمر سبعة إلى اتناشر سنة العمر ده من سبعة إلى اتناشر سنة بيستقطبوا الأطفال على أنه أي طفل هو عنده فكرة يحل لها مشكلة إن شاء الله مشكلة الكهرباء يعني أي مشكلة في راسه مشكلة وسيطة مشكلة كبيرة بيحاولوا يستقطبوا الأطفال بأنهم يحاولوا يجمعوا أفكارهم دي يعني ما سينضف الفكر في حال مشكلة يجمعوا الحل الفكر فيه ده فكر فيه بيعطوا طريق بعد ذات بيعملوا بيربطوا الحلول دي بالمستثمرين أو رجال الأعمال أو حتى المؤسسات عندها علاقة بتحويل الأفكار إلى منتجات يحاولوا يعملوا ترابط ما بين الأفكار الجاية من الأطفال وما بين الجهات الممكن تحويل الأفكار وده حاجة قد تكون يعني زاد أهمية كبيرة جدا أنه البلدان النامية والبلدان المتطورة بتحاول أنها هي تسلط الضوء وتهتم بجانبه أكثر لأنه بفيدة وبتستفيد منه بشتى الجوانب وبشتى الأساليب وبشتى الطرق فحاجة مهمة جدا على أنه الدول تحاول هي تهتم بشريحة الأطفال كأحد أهم الشرايخ بالنسبة للابتكار وبالنسبة للمبتكرين وشريحة يعني تضيف إضافة كبيرة جدا وملموسة جدا بالنسبة للابتكار فقط تحتاج إلى الدعم والتوجيه الصحيح والإرشاد وبإذن الله تضيع أثرا طيبا وأثرا واضحا جدا طيب المحور الثاني واللي هو قد يتمثل في أنه كيف تعرف تفرك أنه هو مبتكر وحقيقة إجابة على السؤال في نقاط أنا ممكن قد يكون لاحظتها خلال تجربتي بفريق المبتكرين الصغار على أنه أول أول حاجة اللي هي الملاحظة أنك أنت بتلاحص للطفل هل سلوكياته انفعالاته أفعاله تصرفاته الحياة دي كلها من أنت تلاحص عليها أنه هو بحاول يوجد حل المشكلات أو كل مرة هو بيكسر ديه حاجة أو هو بيفك ديه حاجة أو كده فدا بديك إشارة إلى أنه طفلك ده عنده بزرة من الإبتكار أو عنده حب لأنه هو يحل المشكلات فدي أول نقطة أنك أنت تعرف طفلك بالملاحظة يعني تلاحظ طفلك تصرفاته وأفعاله فإذا لقيت تصرفاته من تصرفات الزكرة التالي فدي عنده قابلية أنه يكون طفلي مبتكي طيب الحاجة التامية اللي هو بعد أنت معرفته هتعمل شنو يفترض أنك أنت تعمل متابعة والمتابعة بي تجي بأنك أنت تحاول توفر ديه بيئة داعمة يعني مثلا هو مهتم بأنه يفكيك الحاجات ويعمل له حل المشكلات فتحاول تجيب ديه الألعاب اللي هي أصلا يعني مثلا مثل المكعبات يعني أنه المكعبات تدي حرية للتفكير أنك أنت تفكر تعمل لك شكل ما بعدك تحاول تعايز إذا فيه مشكلة تعمل شكل ثاني وكذا يعني فتحاول تجيب الألعاب وتوفر ديه البيئة مثلا تجيب ديه الأجهزة الإلكترونية تجيب ديه الفيديوهات مثلا عندها علاقة بالابتكار الحاجات ديه بيتأسر تسقف أكتر عن الابتكار هو شنو وفوايده شنو وانتحا تستفيد منه شنو فديه حاجة مهمة جدا الحاجة الأخيرة ونقطة برضو من المحور اللي هي المتابعة يعني انت ما خلاص أديته الفيديوهات أو خلاص جبت ديه الحاجة الفلانية على كده خلاص تنقطع المتابعة لا لا بد من المواصلة أنك انت تحاول تتابع معاه فترة فترة وما تضغط عليه بحيث انه ما يكون الابتكار ده بالنسبة له هو كهاجس يعني ليل نهار هو يصحى والله انا عايز بك مبتكير انا عايز بك مخترئ ايوه حاجة كويسة جدا لكن لا بد هي تقسم وتوظف توظيف توظيف صح وبعد ذلك بتسمير يعني اسمار جيد واسمار متميز يعني بس هو يكون في تكسيم جيد تكسيم صحيح لولي الامر اذا طفله انه ياخذ وقت الفلانية انا حشتغل معاك انك انت تتعزز قدراتك في الابتكار والاختراف والحقيقة اللي لابد برضو نشير عليها الى انه الاولياء الامور اذا هما ما بيعرفوا حاجة عن الابتكار او الاختراف يحاول انه هما يتقفوا نفسهم اكثر برضو في القنوات بتاعة اليوتيوب كمية من الزوديوهات في ويب سايت يعني مواقع الالكترونية كبيرة جدا فيها محتوى تسقيف يعني تسقف ولي الامر انه هو الابتكار دو شنو وكيف انك انت تقدر تعزز قدرات طفلك في الابتكار كيف تقدر تنميها الطرق والوسائل للحياة دو شنو كيف طيب ممكن نمشي لمحور ثاني او محور قبل الاخير اللي هو طرق تنمية قدرات الطف للابتكار يعني الطرق شنو من اهم الطرق انا كان شفتها في احد المواقع اللي هي الاساليب الحركية والاساليب الحركية بتعاني بانك انت تجيب دو مكاعبات تحاول تجيب دو ألعاب فيها حركة او فيها اه افتكار يعني مثلا مكاعبات الليغو هذه مكاعبات انت ممكن تعمل لها يعني ربطي وبعدها تعاني تفكة يعني فيها حرية انك انت تقدر تشكلها بالطريقة العايزة اه تاني برضو من الحاجات من السلوب الحركية برضو اللي هي الرياضة انه تحاول يعني ما تخليه هو شنو محصور في بيت او في قرفة وخلاص معناه هو زول مبتكر زول عبقري وده غد يكون مفهوم خاطئ جدا يظن كثير من الناس انه الزول المبتكرة والزول المخترئ تلقاه دائما هو مكفول كده ومقبوع كده في قرفة مظلمة ما عارف حاجاته كلها مزجلة في اي حتة هذا مفهوم خاطئ جدا بل بالعكس المبتكر هو زول منظم زول علاقاته جيدة مع الاخرين زول مترابط اجتماعيا زول عنده هدف واضح هو ماشي عليه فالنمضة ايضا يزاد بالنسبة للاطفال انه ما يكون هم بس محصورين في غرفة واحدة وخلاصا والد مبتكير وحيبدو مبتكير ومخترئ قدر العالم لا بد انك تغرس فيه الغرس الاجتماعي او حب المجتمع والترابط الاجتماعي علاقات الاجتماعية تكون جميلة جدا وده اكيد بتأثر اجابا في انه يقدر يتقدم ويتأثر اجابا اكتر لما تكون علاقاته الاجتماعية او علاقاته حتى بالنسبة للاصدقاء مع الناس المهتمين بالابتكار يعني مثلا شفت ذاك تاني كم طفل تاني مثلا في الحي او في المدرسة وعندهم علاقة بالابتكار وهم حتى بحبوا الحاجة فلاي امنك ما يكون هو معاهم سوا فيه كصاحب او كصديق الحياة بتأثر جدا لما تكون الناس كلها هي مهتمة مع بعض في حاجة واحدة وطبعا بتأثر سربا لما يكون ايزه هو اهتمامه في ناحية تانية وبتأثر سربا اكتر لما يكون الزول هو ما مهتم بالحاجة انت مهتم بها وبل بيسعى انه هو يعني يشيرك من الحياة بحيث ان اخي ليه فلانا فلان يكون مبتكير ومخترع فالحياة بتدخل الدقيين والحكد والحسد فاختيار الاصدقاء او الشلة بالنسبة لطفلك بتكون حاجة جميلة جدا اذا كان هو في نفس اهتمام ابنك بالنسبة للاختيار ايضا 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 نفس الشتغل ايضا ايضا انه كان اهتمام ايضا 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 وان يتحاول تهيئة البيئة وتحاول تهيئة البيئة ينة المستطع الثاني هو النقاش من أساليب التي تنمي الابتكار والنسبة للطفل أنه تديه بحبور نوعا من الحرية بالنسبة لأنه يناقش والخطراء لا تقبيع أنه ينتظر على الطفل أو عقلك صغير أو عقلك صغير فهذه مدمرة جدا جدا بغض النظر على السبب لكنها مدمرة من ناحية أن الطفل يكون محروم فأنه يناقش ويتكلم ويقول رأيه في النهاية الولي الأمر هو اللي يأخذ بالرأي الصح وهو اللي عنده خبرة لكن لا بد أنك تسمع عليه على الأقل وأكيد إذا هو رأيه أو مناغشته كلها غلط بيكون فيه مناغشة صحيحة فما تحلو من الحياة برضو من الحياة برضو ممكن تكون من الطرق والأسالية التي تنمي الابتكار والنسبة للأطفال وهو أنك لا تدديه الحلول الجاهزة يعني والله يا أخي يا محمد هاكالحاجة دي سويها ليه تدديها ليه جاهزة يعني مثلا يكون مثلا فيه مشكلة في البيت صغيرة كده مثلا الباب بتاع الشارع يتعطل أو قفل فتقول له يا أخي هكذا المفاقب كده ممكن تمشي تشوف تحاول تصلح فما تدديها ليه جاهزة ونقول له هكا والله يا أخي أمشي لديه الصانع أو الزوال اللي بصلح البابه فإنما يتدعود على الحاجات أنه يفكر فيها براه ويحاول أنه يصلح براه ويحاول أنه ما يلقاه جاهزة الحاجة دي من أهم الطرق الممكن تنمي الابتكار في طفلك ويضر بأنه يفكر في حل المشكلة يعني أنه من تدديه جاهزة ما خلاص وهو ما حيفكر لكن من ما تدديه جاهزة على الأقل سيفكر أنه يحل كيف وممكن هو يفشل ويفشل مرة أو تانية لكنك تكون معه سنديه وانه تحاول تدعمه بأنه يا أخي فكرة تكديم ما صح فممكن نعدله فده مرضو تكون حاجة مهمة جدا وعي الأولياء الأمور بالنسبة للنقطة وثقافتهم بالنسبة للإبتكار للأطفال نقطة مهمة جدا ويتشكل دعم كبير جدا لأطفالهم أنه هم يصبحوا ناس مبتكرين ويصبحوا ناس يعني يشعروا إليهم بالبنانة طيب طيب تاني أنا بس عندي نقطتين وبعد ذلك أختم عليهم أنه هو بالنسبة للصفات الطفل المبتكر الصفات الممكن هي قد تكون ملاحظة بالنسبة لأينا وفي صفات يعني جريت عنها من أهم الصفات اللي هي أنه الطفل يكون عنده مرونة في التفكير يعني شنو؟ يعني هو ما يكون تفكيره منحصر منحصر في حاجة واحدة يعني والله يا أخي ولدي ده بفكر مثلا يعني أنت بكون ملاحظة أنه والله يا أخي حتى في حل الواجبات مثلا واجب الرياضي هو والله يا أخي يفكر بالطريقة المحتادة فالتفر المبتكر بيكون خلاف كده هو فكر بطريقة أخرى وفكر الطريقة اللي هو شعيفة أو يدرسه الأهلي فده بدي مرونة للتفكير فمرونة التفكير دي من أهم الصفات ممكن هنا تكون موجودة بالنسبة له الطفل المبتكر طيب ثاني برضو من الصفات الممكن تكون موجودة برضو اللي هو الاستقلال الشخصي يعني شنو؟ يعني هو بيكون مستقل شخصيا بيكون عنده شخصية كويسة بيكون هو عنده رأي عايز يقوله عنده شخصية أنه هو عايز عارف هو حيعمل شنو وعارف هدفه شنو فبالتالي ما حيكون مشتت الجهود وما حيكون هو أي حاجة هو ذاير يعمله وهو ذاير يشتغل عليه طيب ثاني برضو اللي هو تحمل الأخطاء يعني الطفل المبتكر بيكون هو عنده قابل أنه هو يتحمل الأخطاء ودي صفة كويسة جدا بالنسبة للطفل المبتكرين لانه بتشير ذاك أنه هو بتحمل الخطأ الأول أشان يوجد الحل فإذا أخطأ ثاني برضو بتحمل لشان يوجد الحل فإذا كان في كمية من الأخطاء برضو بتحمل لشان هو يصير على أنه يوجد حل للمشكلة طيب برضو تاني من الأهم الصفات أنه هو يكون عنده قدر من الزكاة يعني والزكاة ده قد يكون ملاحص في أنه هو مثلا تفوق في المدرسة مثلا في الراضيات التضحاجة هي ممكن تكون مقياس مثلا مقياس اللي هو ده مقياس للزكاة إذا كان أخذ درجة كويسة في المقياس ده فده بشير منه معدد زكاة أو جيد فده بديه صفة كويسة أنه هو طفل مبتكر برضو تاني اللي هو اللي هو انخفاض مستوى القلق يعني الطفل مبتكر ما بكون زول قلق جدا يعني خواف بين معنى الواضح إنما هو بكون زول ثابت وهادئ هو عنده يعني رزانة يعني شنو يعني يعني بكون هو عارف أنه هو والله إذا أخطأ في الحياة الفلانية فما حيقلق يعني ما حيكون عنده قلق وخوف وأنه أنا أجرب الحياة دي أولا لا بالعكس يكون عنده شجاعة أنه هو يطور المقدرات وعنده شجاعة أنه هو يواجه المشكلات الممكن أن تكون بالنسبة له عائق بل هو يواجه بكل شجاعة بكل صد الرحب وبيسعى كمان لأنه هو يوجد حل للمشكلة دي وإجادة الحل طبعاً أكيد ده دائر صبر ودائر عظيمة وإصرار وشقف أنه هو يواصل في الحياة دي وما من أول يعني نقطة طوال يجيب من شأنه هو ما لقى حل لها آخر حاجة في اللايف ده اللي هي هتكون إرشادات كده بالنسبة للأطفال اللي هو ممكن يكونوا مبتكرين آآ الرشادات أول حاجة بالنسبة للأمر أو الأولياء الأمور عموماً أنه يحاولوا يوفروا على الأقل آآ بيئة تحفيزية بالنسبة للأطفال والبيئة التحفيزية دي ممكن تتمثل في الأدوات الممكن هم يشتغلوا عليها ممكن تكون في بداية أدوات بسيطة جداً من السوق آآ أدوات إكترونية برضو ألعاب بتاع الزكاة فالحياة دي كل ما كانت بداية بسيطة فده بدي بيئة كويسة أنه الطفل هو يقدر يشتغل عليها يعني فالبيئة حاجة مهمة جداً آآ بالنسبة لأولياء الأمور عندهم أطفال هم بلاحظة أنهم ممكن يكونوا مبتكرين أو مخترعين فلابد يحرصوا عن نقطة رفرصية جداً آآ الحياة الثانية من إشاراتهم مهمة جداً أنه أنت تدخل الطفل أنه يناقشك يعني يعني تدي الطفل حرية مناقشة أنه والله ياخي تحاول تسأله كل مرة مثلاً آآ يعني أقل حاجة مثلاً في البيت حصلت مثلاً تجيب ولدك إذا أنت ألاحظ أنه زون مبتكره كده تجيب ولدك وبعدك تسأله ياخي آآ الحياة كده حصلت كده 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 انت رأيك شنو فده يديه يعني الناس واثقين منه واثقين منه الثقة بالنفس ده حياة كويسة جداً بتدعم الطفل أنه يواصف الابتكار فإذا هو الأهل يدوه أنه هما واثقين منه فبالتالي هو بيسعى أنه يكون قدر الثقة دي لأنه يجيب أفكار كويسة ويحاول يعاج المشكلات بطريقة كويسة ودي حاجة كويسة شديدة يعني طيب حاجتين أخيرات برضو اللي هو لأنه يحرسوا على أنه القفل يكون مربع على الإبداع التربية على الإبداع حاجة مهمة جداً على أنه يعني لأن الأمور ما يكون كل هما 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 والله يا أخي أولد إذا يجي الأول في المدرسة يكون منضبط في المدرسة يكون مثالة في الفصل في جانب تاني برضو هما لابد أنه يكون مدركين ديه اللي هو أنه يكون مربع على الإبداع يعني يكون في تربية على أنه يكون مبدع حتى ولو أخفق في الدراسة هو أخفق في الدراسة لكن تتحاول تنمي الحاجة اللي هو شغوف بيها والحاجة اللي هو عنده بيها متشقاف أو حب للتعلم والحاجة اللي أكيد إذا أنت نميت ديه أكيد هتتأثر بشكل إيجابي جداً في أنه يقدر يتميز في الدراسة أو السلم الدراسي أو السلم الأكاديمي طيب حاجة مهمة جداً بالنسبة للإرشادات اللي هو تجنب الوحدة يعني ودعي ذكرتها آنفاً أنه ملاحظة على أنه موظم الناس هم ما بشوفوا الزول المبتكر أو الزول المختري أو العبقري أو العالم هو زول شنو محصور كده في بوتقة ومحصور كده في قل قرفة ويعني بصوروه التصوير كده هو زول وحداني زول وحيد والحياة دي بالنسبة للأطفال بتكون مؤثرة جداً أنه الطفل المبتكر ما يكون هو زول متوحد أو عنده وحدة أو ما عنده صلة بالمجتمع أو حتى بالأطفال في عمره بقدر الإمكان يكون بمارس حياته سواء كان رياضة وغيرها وغيرها من الحاجات ودي أكيد هي بتدعم أنه هو يواصل في الاهتكار ويواصل في الجهد اللي هو بعمل فيه طيب أه أعتقد كده أيوة أيوة نقطة مهمة جداً نخطم عليها بعدها نشوف إذا فيها سئلة اللي هي السلوكيات الخاطئة التي تكون من أولياء الأمور يعني يعني مثلاً أنك أنت بتكفل الطفل على أنه والله يا أخي إذا كان في نقاش أو حتى إذا كان في الطفل هو عمل حاجة وجاء عرضة عليك بيكون في رد سيئة من أولياء الأمور بعض منه أنه ولا أنت عمرك صغير لسه أشوف قراية الكوين قيراً من الردودة ممكن تكون مشابهة للحاجة والحاجة دي قد تكون هي يعني مهدمة يعني كأنها بتهدم الطفل من الأعلى إلى الأسفل و ودي حاجة بتأثر سلباً حتى يعني مستقبلاً على مستواهم الدراسي لأنه هو باحتمر الطفل أنه هو اجتهد وجاء فكرة جيدة وجاء فكرة متميزة فلابد على الأقل يلقى من وللأمر أو حتى من أسرته الدعم يلقى منه الكلمة الطيبة يلقى منهم الدعم المعنوي على الأقل يلقى منهم تحفيز الحياة تساعده أنه يواصل أكثر فأكثر في طريقة الإبداع وطريقة الإبتكار ويتخليه أكثر وسوقاً من نفسه يعني يجعله واثق جداً من حياة يسويها وعارف أنه يلقى طوالة في صبت أو رد سيئ من أولياء الأمور على النقطة فهو أكيد يعني كده أنت بتكتول فيه الشقف والمعرفة في الحاجة اللي هو دائرة يعمل طبعاً اللايف بركز على حاجة معي اللي هو المحور السؤال اللي هو الابتكار ممكن يكون عنده في أطفال عندهم حب للرسيم في أطفال عندهم حب للقراءة في أطفال عندهم حب مثلاً للشعير للتكديم الإذاعي تتنوع المواهب وتتنوع الاهتمامات ولكل مقام يذكر ويتكلم فيه لكن الليلة حرصت على أنه يكون بالنسبة للابتكار لدي التجربة الآن عشتها وممكن أقدر تتكلم فيها بطريقة كويسة يعني دقائق هنا قل انتهيت من اللايف وإذا في أي سؤال في أي ملاحظة ممكن تبتل تحت هنا في الكومنت أنا أقدر أرد عليها إذا في أي سؤال ممكن تسأله تحت هنا بخصوص 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 طبعا الأطفال هم يعني الحاجة الكويسة شديدة أنه يعني يفهم العلوم بشكل عجيب للتربية العلوم التي تتكلم فيها علاقة بالابتكار يعني مثلا الإلكترونيات الإلكترونيات ممكن تكون مدخل للطفل أنه يبتكر الإلكترونيات فيها الأردوين وفيها الحاجات الفرمجية فذي يتدي يعني آفاق كبيرة جدا أنه يكون مبتكر ويكون شخصا عنده أفكار يقدر يحاول منتجات مستقبلا وبإذن الله يعني إذا كانت في توعية جيدة مدأكد يعني وواسق جدا من النقطة لأنه أطفال السودان لا يقلون من أطفالهم خارج السودان وفي الدول الأجنبية والدول العربية بل هم أحرص على أنهم يتميزوا في الابتكار والاختلاع وإن شاء الله مستوى أن نشوف طفل مبتكر من السودان على مستوى العالم والحياة إن شاء الله ما بعيدة وما مستحيل فإذا ما في سؤال شكرا لكم على الليف الجميلة شكرا على المتابعة في ناس إن شاء الله يعني من بداية الليف كانوا معي ملاحظة شكرا لكم جدا إن شاء الله تكونوا سفيتوا وإن شاء الله تكون طيبة أو يعني لايف جميل جدا لكم وإذا ننقاكم في لايف آخر أستودعكم في رعاية الله وحبزه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا